مع اقتراب الساعة الثانية ظهراً نهاية كل أسبوع لا صوت يعلو في هذا المكان سوى صوت هدير المركبات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية رباعية العجلات إذاناً ببدء الشباب لممارسة تسلق التلال الرملية إنها خبت القعدان بمحافظة جنوب الباطنة بتلالها الرملية الناعمة والشاهقة والتي أصبحت متنفس الشباب لممارسة هذه الهواية من مختلف ولايات السلطنة هذه المنطقة حباها الله عمان بهذه الطبيعة الخلابة على اعتبار أن هذه الأرض بكر وبالتالي أن الشباب يجدون فيها مرتع خصب المتنفس حقيقة جيد وهو قذب سياحي على المستوين الداخلي والخارجي نحن نطالب الحكومة بإقصاء كل المشاريع غير المقدية عن هذا الموقع على أن يبقى كما كان هاجس أبناء المحافظة والشباب أن يطال هذا المكان الزحف العمراني لأغراض استثمارية وهو ما حدا بأن تتم المطالبة بعدم المساس به كمنطقة بكر ومتنفس للشباب بعيداً عن الأحياء السكانية والطرق خوفني الوحيد أن هذا المكان يكون مستثمر في المستقبل فالشباب لا يحصلوا منفس يطلعوا يقلسوا مع بعض يمرطوا هواياتهم كما تشاهد وأتمنى أن الحكومة تراعي الشباب ورغبات الشباب بتوفير هنا مسابقات فما بين مستمتع ومغامر يبدو أن الجميع مستمتع رغم أن المكان ينقصه التنظيم وتعذر وجود الخدمات الأساسية والله خدمات ماشي حتى الشارع ماشي أي شيء ماشي حتى أي شيء ما مقود ما متوفر شيء أبداً قل حد اللي يجيب سمان عنده يعني أكله حتى ماء أي شيء ما مقود شيء دورات مياه ماشي أي شيء طرق ماشي كل شيء ماشي هذه إذن هي خبة القعدان مطلب عام بأن تبقى متنفساً للشباب مع توفير كافة الخدمات الأساسية أما أنا فقد استهوتني هذه الرياضة لذلك سوف أجربها دعواتكم عبدالله بن عامر الويهي من خبة القعدان محافظة جنوب الباطنة محافظة جنوب البطنة presa